أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ما ساء اليوم التلتاء إن المملكة المغربية أخذت علما بالقرار الأحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من هذا اليوم وأوضحت الوزارة في بلاغ أن المغرب إدى يعرب الأسفه لهذا القرار الغير المبرر تماما والمتوقع بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الآخرة وكذا تأثيره على الشعب الجزائري فإنه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة بل ألعبتها التي انبنى عليها من جانبها يضيف البلاغ ستظل المملكة المغربية شريكا موتوقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل الأمل بكل حكمة ومسؤولية من أجل تطوير علاقات مغاربية سريمة وبناءة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر